حرفياً هذا التطبيق رح يحب عشاق الجوال وكل شيء صانع محتوى رح يسهل عليه عملية صناعة المحتوى أو التنسيق لصناعة المحتوى هذا التطبيق حرفياً مساعد بالذكاء الاصطناعي لكل ملفاتك ومستنداتك الـ PDF والتعديل عليها يلا نتعرف على التطبيق أصدقائي هذا التطبيق وفق الذكاء الاصطناعي بيعد لك ترتيب مستنداتك فيك تعدل بشكل كامل عملفات الـ PDF مثل الصور، تضيف التواقع أو تحذف أشياء معينة وترجم ملفات الـ PDF تخيل أن تقدر ترجم أي ملف لأي لغة بدك إياها يعني ممكن أيضاً تحصل فلوس من خلال هذا التطبيق تبيع ملفات، ترجم ملفات، ترجم مستندات وكتير أمور فيك تعملها من تطبيق متكامل مخصص الجوال، فيك تفتحه على الأندرويد وأيضاً فيك تفتحه على نظام iOS بالإضافة للكمبيوتر متوفر على كل الأنظمة وعلى كل الأجهزة تطبيق UPDF رح نشرح عليه بشكل تفصيلي، لكن خليني يقلك بشكل سريع الميزات اللي ممكن تسفيد منها من أشهر الميزات الموجودة فيه أنه بيسهل علي عملية تعديل ملف الـ PDF فينا نترجم الملفات لأي لغة بدنا إياها وأيضاً نحررها بشكل كامل وأيضاً نطلب من ذكال إصطناعي بداخل هذا التطبيق يعملنا أي شيء بدنا إياه بملف الـ PDF بتعمل لغة العربية ولغات أخرى وطبعاً الأهم من هيك فيك تستخدم الإصدار المجاني تبعهم ورح نشرح بشكل تفصيلي على UPDF رح نفتح تطبيق UPDF ونتعرف عليه وطبعاً رابط التحميل موجود بالوصف والتعليق المثبت وطبعاً يا أصدقائي فتحنا تطبيق UPDF مثل مظاهر أمامكم عنا هون فين نجيب الملفات اللي موجودة بالجوال وإذا ضغطنا هون All PDF طالعنا كل ملفات الـ PDF الموجودة عندي على الموبايل فين يختار الملف البدية والـ Recent هذا الزر بطالع لي الملفات اللي أنا فتحتها سابقاً وعنا هون بطالع لي إنشاء ملف PDF إذا أنت بدك تنشئ ملف PDF من الصفر أو بدك ترتب صفحات لملف موجود عندك أو بدك تحذف بعض الصفحات من ملف الـ PDF نشوف أنه في عنا تعديل عام على ملف الـ PDF وعنا أيضاً تعديلات تفصيلية على ملف الـ PDF رح نتعرف عليها أيضاً وعنا خيارات تانية مثل استدارات الصفحات وأيضاً تخريج بعض الصفحات بالإضافة لتعديل ملف الـ PDF مثل إضافة التعليقات عليه أو تعديل نصوص أو تعديل صور أو إضافة توقيع في حال أنت بس بدك تضيف توقيع فبتضغط هون بتضيف الملف وبتضيف التوقيع يلي بدك ايه أو تنظيم ملف البي دي اف وعنا هون السحابة يلي فينا نرفع ملفات البي دي اف على التطبيق في حال بدنا نشتغل عليه كسحابة في مكان تاني مثلا فتحت من جوال الكمبيوتر من الكمبيوتر للآيفون إلى آخره إذا ضغطنا هون وفتحنا هذا الملف مثل ما عم نشوف هذا هو ملف بدي اف هو عبارة عن ملف مغلق يعني هاي النصوص إذا فتحناها من أي تطبيق آخر رح يطلع لي إنه هاي صور مو نصوص بكل بساطة أنا فيني اشتغل عليها كأنها هاي صورة وكأن هذا النصوص يعني بيقدر يحللي بشكل كامل وفق الذكاء الصناعي واستخدم هذا التطبيق وفق هاي التقنية إذا ضغطنا فقط ضغطها رح تطلع لي متما عم نشوف اللوحة يعني موجودة في الأعلى طيب خلونا نبلش بهذا الخيار إذا ضغطنا على هذا الخيار يا أصدقائي فتح لي الذكاء الاصطناعي المتاح على هذا التطبيق في عناة تشات إذا ضغطنا هون فينا نحكي مع التشات بشكل عام بما يخص الملفات بشكل عام يعني أنا سألته سابقا هل يمكنك ترجمة الملف للعربية فجوابني ترجمة ملف تحتاج الانتقال لوضع اسك بي دي اف يعني عم يقالي انتقل لهون بينما هون بدنا نرفع الملف للتطبيق يعني هذا هو الملف متل ما عم نشوف موجود هون فيني أنا ترجم الملف لأي لغة بديها وفق الذكاء الصناعي وفق AI إذا ضغطت ستارت متل ما عم نشوف بلش يعمل أبلودينج للملف ومتل ما عم نشوف بلش وفق الذكاء الاصطناعي حول لي كل شي مكتوب على هذا الملف لنص عمل لي يا باللغة الإنجليزية وعمل لي يا كتكست وكأنه ملفي XT وأيضا فيني يكتب له هون لأي شي بدي يا يعملوا بالملف عسبي للمثال ترجم المقطع الأول إلى الفرنسية ومتل ما عم نشوف ترجم لي المقطع الأول من النص للغة الفرنسية فينا نقول له لخص الملف في أسطر قليلة ومثل ما عم نشوف لخص لي يا بيبطع أسطر متل ما عم نشوف يتناول الملف مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لتحسين كتابي وإنشاء المحتوى أصدقائي تخيل أنت طالب عندك ملف PDF ممتلئ بالكلام بتقول له لخص لي يا بتلص صفحات بيطالع لك المختصر والزبدة وتحفظهم بتروع الامتحان وبتفوز بالامتحان أو كنت صانع يا محتوى عندك بحث من 20 صفحة وبدك تعمل عنه حلقة بتضف له الملف وبتقول له لخص لي يا ليناسب حلقة يوتيوب ورح يعطيك يا كحلقة يوتيوب أصدقائي قبل ما نكمل حابب ذكركم إذا حابين تصنعوا محتوى ما يكون عرفانين كيف كون تبدأوا فأكيد منعلمكم من الألف ليا من الفكرة الأولى إلى عداد المحتوى إلى التصوير والمونتاج وصول الخوارزميات والنشر مع أقوى تدريبات صناعة المحتوى مثل صناعة المحتوى من الفكرة النشرية بتبدأ معكم من الصفر حتى الاحتراف لتحقيق أهدافكم على السوشال ميديا واليوتيوب أو دورة التيك توك الشاملة اللي أيضا بتعلمكم كل ما تحتاجوا على التيك توك من الألف لليا وبشكل احترافي وطبعا فيكم تستفيدوا من الدورات الثانية ومن المعلومات الموجودة بأقوى أكاديمية لتعليم صناعة المحتوى كوميرا أكاديمي ولأنكم غالين أنكم نكون قود خصم خاص فيكم يوتيوب 2024 فيكم تستفيدوا منه لا تحصلوا على خصم إضافي أطلقكم بأقوى تدريبات صناعة المحتوى لا تنسوا المستقبل والحاضر لصناعة المحتوى ويلا نكمل قلونا نكتشف أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة بهذا التطبيق ويلي هي أدوات سحرية فعلا زغطنا على اللمبة الموجودة بأسفل التطبيق يلي بأسك بديف يلي رفعنا عليه الملف منشوف في عنا الخيار الأول تلخيص صفحة ما يعني فينا نحدد هل يلخصنا صفحة ما أو عدة صفحات بينما الخيار الثاني عنا هو ترجمة صفحات معينة بينما الخيار الثالث يترجم لنا كل الصفحات للغة نحن نختارها بينما الخيار الثالث عنا تلخيص الصفحات كلها مجمعة ويعطينا النقاط المهمة بينما الأخير ترجمت الملف كاملا للغة الإنجليزية طبعا إذا ضغطنا على تلخيص صفحات معينة طبعا منشوف نقدر نحدد له مثلا من الصفحة الأولى للصفحة 12 أو للصفحة 11 مثلا أو للصفحة يلي انت بتختارها أيضا فيك تحدد اللغة يلي يعطيك فيها الملخص يعني هم بيلخص وهم بيترجم وبعدها مجرد ما تضغط على Go رح يبلش يلخص لك من الصفحة الأولى لصفحة 9 ويعطيك النقاط المهمة وباللغة العربية وإذا بدك لغة أخرى مجرد ما حطيت هون مثلا خلونا نشوف ألماني ونقنا لغو ومن شو بيلخص لنا من الصفحة الأولى للصفحة 12 أنه نحن اخترناها بيعطينا إياها باللغة الألمانية وبالنقاط المهمة يعني انت عبتلخص وبترجم بنفس الوقت وإذا ضغطت ترانسليت فيك أنت تحدد اللغة يلي بدك إياها والترجم الصفحة الأولى مثلا من الصفحة 12 أو لأي صفحة بدك إياها وبتقول له Go ويعطيك الترجمة كاملة بعدما خلصنا خلونا ننتقل للميزات التانية مثل ما عم نشوف إذا ضغطنا هون في عنا إما انضيف صورة كتوقيع أو انضيف توقيع يدوي يعني على سبيل المثال فيك تعمل توقيعك بكل بساطة بهذا توقيعي وتقول له Done Save ومتما عم نشوف ظهر التوقيع هون وفيك تحطه بأي مكان بدك يا مثل ما عم نشوف فيني يحركه بالمكان يلي بديه عنا أيضا خيار الهون فينا نحدد إما صورة يعني ضغطنا على هاي الصورة فإذا ضغطنا هون فورا نتعرف على الصورة وفيني يصغرها إذا عمل Delete يقدر يحذف ليها وأيضا فيني ضيف صورة أخرى إذا بدي بتغطي ضغطها مطولة وبعمل Add Image أيضا النص اللي موجود هون فيني أنا أحدد النص اللي بديها مثل ما عم نشوف فيني أعمل له Edit يعني عدله فيني إنسخه فيني أيضا حوله لقسم AI والذكاء إصطناعي واستخدمه لأشكال مختلفة فيني انتقل على هذا الخيار وهون عنا خيارات كتيرة يا أصدقائي خيار الأول اللي هو أنا فيني ضيف دمغات أو ختم معين على ملفات الPDF ومثل ما عم نشوف فينا أكثر من نموذج فينا نضيفهم إذا بدنا نعمل موافقة أو رفض إلى آخره فينا نضيفه كختم موجود هون أيضا من الميزات الثانية اللي موجودة عنا يلي هو هاد يلي فينا نضيف أشكال مختلفة على ملف الPDF أيضا تضغط هيك مثلا نضيف هاي الواردة أيضا في عنا خيار comments يعني فيك تضيف تعليقات فيك تضيف أشكال فيك تضيف أكثر من شيء كملاحظات على ملف الPDF هذا الخيار يلي أيضا كقلم فينا نحدد مثلا قلم تحديد مثل ما عم نشوف أيضا في عنا الخيار هون إذا بدنا نضيف تكست أو نص نكتب النص البدنا نياه ورح innظاف على ملف الPDF عندنا أيضا الخيارات هذا الموجود يلي فينا أيضا مثلا نحط خط حيات تكست فينا نحط خطوط على أي تكست موجود عنا أو نحط خط على منتصف التكست أو عمله سطر تحته أو نظلله مثل ما عم نشوف إذا بدنا نظلل أي ملف بدنا إياه مثلا بس بدنا نضغط على النص البداك يا ومنشوف انه عمل لي تضليل بشكل احترافي وليس بشكل عشوائي او يدوي شايفين كل هذا فينا نعمل بهذا التطبيق باحترافية وبسهولة جدا وباناقة ومثل ما عم نشوف جدا استخدامه سهل ورائع طبعا اصدقائي فيكن تستخدموا النسخة المجانية اكيد وزابتكم ميزات اكتر فيكن تستخدموا النسخة المدفوعة طبعا اللي بميز هذا التطبيق انه فيك تشتريه لمرة واحدة يعني مو شرط كل شهر جدد اشتراك او كل سنة جدد اشتراك بينما ادوبي اكروبات المخصصة البي دي اف انت مضطر كل شهر تدفع اشتراك او كل سنة تدفع اشتراك بينما هذا التطبيق او هاي البرمجية هي اقل سعرا بشكل جيد بالاضافة في عندهم خصومات متاحة حاليا فيكم تفتحوا الموقع وايضا تتعرفوا على الخصومات وعلى الاسعار بالاضافة فيكم تشتروا لمرة واحدة طوال حياتكم ما تدفعوا اي مبالغ مستقبلية جربوا وشوفوا اذا رح تستفيدوا منه مثل ما ورجيتكم اياه بالطريقة الاحترافية وايضا استخدامه وفق الذكاء الاصطناعي ملفات البي دي اف ضرورية جدا لحياتنا ونستخدمها بشكل يومي خاصة اذا كنا صناع محتوى او طلاب رح نستفيد من هذا التطبيق بشكل كامل لهون اصدقائي بتنتهي حلقتنا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتتركوا لايك وتعليق لنعرف انه بتصلكم الفائدة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على كل التنبيهات لحتى اتصلكم كل المعلومات اول باول انا محمود الجبلي من وراء الكاميرا زوجتي رمطحان نحصلنا افلام عم نحاول فيتكم باسرار صناعة المحتوى فن الصورة والصوت وكل التطبيقات اللازمة لهذا الامر نحب نحييكم ونقولكم سلامات